بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد أحباب ندرس معاً حرف الجيم للصف الأول الابتدائي المنهج الجديد 1442 هجرية حرف الجيم يكتب هكذا في بداية الكلمة وهكذا عندما يكون متوصلاً في الوسط وهكذا إذا كان متوصلاً في النهاية وهكذا إذا كان منفرداً حرف الجيم يكتب هكذا نصعد إلى أعلى ثم ننزل وعند العودة نقوم بالنزول هكذا ثم نضع النظر جيم جمل جيم جمل ألاحظوا الصور وأقرب على نجود ومدينة الرياض إنها عاصمة بلادي مدينة جميلة فيها جسور وأبراج عالية إذا وقفنا على التال مربوطة تنطقها كما نفعل أنا نجود أنا نجود ومدينة الرياض إنها عاصمة بلادي مدينتي جميلة فيها جسور وأبراج عالية ومساجد ومتاجر كبيرة أنا نجود ومدينة الرياض إنها عاصمة بلادي مدينتي جميلة فيها جسور وأبراج عالية ومساجد ومتاجر كبيرة أقرأوا نجود جسور أبراج مساجد متاجر نجود جسور أبراج مساجد متاجر أقرأوا الكلمات ثم أجرد الحرف جميلة الجيم عليها فتحجة جسور الجيم عليها ضم جو مساجد الجيم تحتها كسر جي جميلة الجيم عليها فتحجة جسور الجيم عليها ضم جو مساجد الجيم تحتها كسر جي جميلة الجيم عليها فتحجة جسور الجيم عليها ضم جو مساجد الجيم تحتها كسر جي جا جوجي مميز بين الصوت القصير والصوت الطويل المن الصوت القصير حركة واحدة أما الطويل حركتين جاجوجي 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 نلاحظوا الحرفة ونكتب حرف الجيم كما قلنا منذ قليل من هنا ثم نصعد هكذا ثم ننزل وعند العودة ننزل على السطر هكذا ثم نضع النقطة أرسم دائرة حول الحرف جيم ثم أكتبه أرسم دائرة حول حرف جيم ثم أكتبه تغغر الخط حتى نستطيع أن نظل عليه هنا الجيم جرادة بجل معجون جبل جرادة جرادة فجل معجون جبل جرادة فجل معجون معجون جبل عشان مش بينه نخليها كده ونبدأ في تغيير الحروف نبتبه الجيم الجيم عليها فتحة هكذا هكذا أقول لي اكتب الحرف جيم مفتوحة جا ونجعلها كأنها متصلة نكبر الخط هكذا حتى تكون واضحة ونضعها فوق الخط جا هنا الجيم عليها سكون ونضعها على الخط هكذا هنا الجيم عليها ضمة ونضعها فوق الخط هكذا جو هنا الجيم عليها فتحة ونضعها فوق الخط هكذا جا الآن سنقوم بقراءة الكلمات الآتية أقرأوا الكلمات الآتية نكبرها لا تتظهر حتى لا تكون واضحة نجود جسور أبراج مساجد متاجر جميلة نجود جسور أبراج مساجد متاجر جميلة نجود جسور أبراج مساجد متاجر جميلة لو نضع الجيم أحمر ونرتب الكلمات الآتية لأقوّلوا جملة مفيدة ثم أكتبها سنبدأ هذه المرة بالفعل صلى ماجد في المسجد ممكن نقول ماجد صلى في المسجد ولكننا سنبدأ هذه المرة بالفعل صلى ماجد في المسجد صلى ماجد في المسجد صلى ماجد في المسجد ممكن نقول ماجد صلى في المسجد ممكن نخلاك برضو بطريقة تانية اللي حب يعملها يقول ماجد ماجد صلى في المسجد تبقى هنا جملة اسمية وليست جملة فعلية شرط اسرائي هنا الجمل والسعلم الجمل والسعلم الجمل والسعلم سأل السعلم جملا واقفا على دفة ما إلى أين يصل عم قل ما فأجابه إلى الركبة توقفت عليها إلى الركبة قفز الثعلب في النهر فإذا بالماء يغطيه وهو يسعى جاهدا لإخراج رأسه فلما وقف على الصخرة طرخ في وجه الجمل قائلا ألم تقل إن الماء يصل إلى الركبة أفكر بماذا سيجيب الجمل أن ركبة الجمل هو مهور ركبة الجمل غير ركبة السعلم بالنسبة للجمل ركبة الجمل عالية ركبة السعلم مخفضة أن السعلم قصير تفضلي أحمد الجمل والسعلم سأل السعلم جملا واقفا على ضفة النهر إلى أين يصل رمق الماء فأجاب إلى الركبة قفز السعلم في النهر فإذا بالماء يغطيه وهو يسعى جاهدا لإخراج رأسه فلما وقف على الصخرة صرخ في وجه الجمل قائلا ألم تقل إن الماء يصل إلى الركبة الجمل والسعلم سأل السعلم جملا واقفا على ضفة النهر إلى أين يصل عمق الماء فأجابه إلى الركبة قفز السعلم في النهر فإذا بالماء يغطيه وهو يسعى جاهدا لإخراج رأسه فلما وقف على الصخرة صرخ في وجه الجمل قائلا ألم تقل إن الماء يصل إلى النكبة أكذا نقول قد انتهينا من حرف الجيم ونلقاكم على خير لا تنسونا من اللايك والتعليق الجيد والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته